فعشان كده بنقول دايماً وبصراحة الأهلي والزمالك عندنا في مصر بيعرفوا يتعاملوا مع السوشال ميديا بشكل كبير أكيد في كل مكان فيه حاجات كويسة وفيه أخطاء بس عندنا الأهلي والزمالك على المستوى العربي والأفريقي لا هم من الأقوى وحسابات الأندية عندنا قوية جداً ومش بس على مستوى كمان كرة القدم لا على مستوى تخطيط الأندية في كل الألعاب فدايماً بنقول سجل أهدافاً لا تيأس المخيف عادة إليكم من جديد سجل أهدافاً لا تيأس حلو الكابشن ده سجل أهدافاً لا تيأس وشان هو كان الفتاة اللي فاتت واضح أنه متأثر جداً مع ناوية إن أنت تختار كمان أنت حتقول إيه للعب بتاعك ده مهمة قوي اللعب بيستنى يشوف حفاوت الاهتمام بيه بعد ما يقدم حاجة جيدة فساعات الحاجات دي بتفرق بشكل كبير في الجزء المعنوي للعيبة عشان كده بنقول إن اللي بيكتبوا أي نادي مهم جداً اللي بينزلوا أي نادي على حساباته الرسمية حاجة مهمة جداً دي معناها نادي رسالة من نادي للعيبة للجمهور للمسؤولين لحاجات كثيرة عشان كده دايما بيقول إن السوشيال ميديا لازم تكون معناس فهمينها كويس وده بصراحة حصل بشكل كبير في مصر